موسيقى مشاهدنا موجز الأخبار من السابعة أهلا بكم بداية يقوم وزير الشؤون الخارجية اليوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية كما البلجود ووفد رفيع المستوى كما أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن صبر بوقدوم سيعقد بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية شدد المدير العام للجماريك نور الدين خالدي على أهمية تجهيز المطارات خاصة مطارات الشحن بالأجهزة الكاشفة ومخازن التبريد لتكون تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين قصد دعم السلسلة اللوجستيكية والعمل بكل الريحية ومن جانب آخر طالب المتحدث بتجنب تخزين المواد الخطيرة بالمطارات ووضع آلية تسيير المخاطر وضمان فعالية أكبر لمعالجة تدفق البضائع فندت السفارة التركية بالجزائر صحة ما وصفتها بإدعاءات أقول نقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بخصوص محاولة أنقرة التدخل في المشهد السياسي الجزائري وجاء في بيان نشرتها على صفحتها الرسمية إن الإدعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة لا تعكس الحقيقة وأضافت إن هذه الإدعاءات تسعى إلى تفويض العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين وأشر ذات البيان إلا أنه من الواضح أن ناشري هذه الدعاية الكاذبة وهذه الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى المساس للتطور الإيجابي للعلاقات الحميمية والودية بين تركيا والجزائر لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين مشاهدنا ختام الموجز أطيب المناء إلى اللقاء